طب هاخد سريع مبارد ناخد دكتورة مجدا هلباوي هي برضو صحبة الحق الاصيلawa دكتورا. اهلا مساءالك. اهلا مساءالك. ازاي كابتل السيف. ازاي كابتل السيف. ازاي خاطي حاضرتك. تحيات المهندس محمود الشير. انا انا دكتورة ازاي حضرتك. وهنام تويبين. اما تمام زي حضرتك ونطيبين والصحة والسلامة. انا اخليك يا دكتورة مجدا. دكتورة م Jung da smعna امبرح. يعنى اسمعنا اخبار ان حضرتك طلبها اعادة ولا حاجة عشان انا اتكلم من الشارع. نايا يا فن. احنا اسفين انا فنن معلش. اه اه. اه. سمعنا ان حضرتك طلبة بكرة ان شاء الله بازني لا اعادة المرافع من جديد. هل الكلام ده مزبوط ولا اشعاعات? لأ. هم بس كان اللي حصل ان انا والدكتورتات النصفة عصدت ان احنا احنا مشتوبين. اه. فنسك تفسيوا الحاجة مهمة جيدة. بإلغاء قانونة يعني. فالحقيقة. طب يا جماعة معلش هتقولنا دكتور ماجدة تاني عشان احنا مستمعين. قالت برضو نقطة مهمة نسمعك كده. هم اخدين حكم بالرجوع تاني. اه كان اه بس اه اللي هو الاولاء اللي مش رجوع اللي مهاش دعوا بالحل. اه. دي قضية تانية. لا رجوع ان هم في ان هم انت حركة اخدت قرار بوقفهم. اه. او شطبهم. يا كسبوا الاضياء دي. كسبوا كده يرجعوا تاني. يرجعوا تاني. اه دكتورة ماجدة معاك تاني. دكتورة ماجدة مسالخية. مش دي العضية. دكتورة ماجدة. نعم معاك حضرتنا معاك. حضرتنا. انا احسو على الشبكة هي اللي مش حالوة ومش انا يعني. معاك. عليش يا فنن. حريك اخدت حكم بالرجوع تاني يا فنن. اخدت حكم بالغاية قرار الاقاف اللي كان عامله لعملاته لاجلس الاندباط. والسلم للوزير الصغر التنفيذية. اه. والوزير المفروض الدكتور ماس ان هو استلمه وان هو نافذ. اه. فقفه جيدة بالمذكرة دي فبتري طبعا ان انا اخد اجراء قانوني جد الوزير. ان هو ده هو بعتده المفروض. حرف عليها مباشرة عشرين. زي كل. على كل المسئولين. اه لو ما نفس. كده الغمع تنفيذ. اه. كان نازم ارد على المذكرة دي. معليش. معليش. معليش يا فنن نفهم. التحريك هتفاعي قضية على الوزير. لو ايه اللي حصل. ما رجعش اليوم. لو هو ما طلعش قرار. يعود. بيقول في انغاء القرار الصادر من اللجنة الاندباط. حاجة تكون. يخفوا لانا. تمام. طب حضرك دلوقتي بكرة بالنسبة الحكم بكرة. حريك فعلا طلبة اعادة المرافع من جديد? انا كنت قد مذاكرة وكاد ما فيها عازل مفهوم وكاد ما فيها اه وحتى فيها مرفق بيها. الحكم الصادر اللي فالحنا. اه على اسف ان انا اعلن هيئة المحكمة ان المذاكرة اللي مقدمها المجلس القومي لرياضة دي بقى واضح ان هما كانوا يزايبوه بشعور القرنية اناك يعني ان هما يقدموا الكلام ده ومشو خضيين منهم ان فيه حكم. اه. فكان لازم اقدمها. رئيس المحكمة له الحق يفتح بالمرافع او ما يفتحاش. اه. على المدع المخصوصا ان نفس الحكم ده هو متقدم له في نفس الدائرة ونفس رئيس المحكمة. اه. بيقول الغاء القرار الشرط بديم اه مقدم من الدكتور هرماس. فبالتالي هو عنده خبر بالواقع يعني. فبالتالي انا اه ما اهتمانه فاتح باب المرافع قد ياخد بيوم. اه. تمام. طب توقعات حضرتك بكرة فان في دعوة الحل. لاي انا مقداش اتوقع احكام القضاء. احكام القضاء نتعرف حياتك كلنا بنحترمها. طبعا طبعا. احنا ما حدش يزعل. انا الاخر محامية. برسع دعاوة. طبعا. بخسر بعض القضايا. اه دي كلها بترجع للمحكمة وما دا تفاهمها للموضوع. اه. وفتتعامها للامر. طبعا. وهو يدوتنا الحق يا اهل والسلام شكرين جدا. ما اتناش الحق. عادي جدا فيه طرق للتعن على التقرار قدام محكمة قدام المحكمة. قدام المحكمة. قدام اه. اه. حلّ اتناش بها لسبابين. اولا انا مش مش قصتي لانا في خصومة ما عم بتوعة تحدي الكوزة. او. ولانا يعنيني هم عملوا ايه هم ما عمدش ايه. اه. انا بازاي دي قاعدت رفع طرقا. بنحق قدام انا كسبها. ما كسبتها. اه اه. اه اه. اه. انا. ادي موضوع. لا فقط كي. لزي دي وحكم لكل الهجدين. عشان. فيها موقف حسكال جيدة. عمود جدا من ايام الفين وثمانية كل المجلس ناس زمل اصابل ما حدش ان انا احاول ان انا حتى امسترون بحاجة دي كلها اجراءات تقاضية عادية زي اي قضية كلام محترم متقاضي حق مكفول لكل مواطن حسب الدستور احنا نتمنى لحضرتك ان شاء الله كل التوفيق وبشكرك شكرا جزيلا دكتورة مجدة الهلباوي تصريح مهم جدا روح جديدة وروح تلحية محترمة بس تصريح مهم جدا الدكتورة مجدة بتقول انا برفع القضية كمكتب محاما ايش ده بالتحاد الكورة ولا الكورة ولا الناس الموجودة انا دي قضية اكتب اصطرة فيش مشكلة